واضح أن الكابتل الخطيب في تعامله معاكم بيسلم كل حد ملف هو معني بيه يعني بحكم التخصص حتى على المستوى العلم العالي مش بس الكراتية أنت أعتقد كنت مطلع بالملف الطبي كاملا في الناس طبعا الحمد لله يعني إحنا لدينا رصيد كبير جدا مع الأعضاء الدورة دي فيما يخص الملف الطبي لأن كان الكابتل مهتم بيه جدا في برنامج الانتخابي بتاعه والحمد لله حقناه تقريبا بالكامل والدفن عليه كمان حاجات كتير يا ريت الناس تعرف إيه تفاصيل الملف الطبي في الرعاية الطبية للنادي بيقدمها لأعضاء والله لو طبعا السادة المشاهدين يعني يتسع صدرهم للملف ده لأننا نحن طبعا إدينا له وباع كبير جدا الحمد لله يعني ما فيش أهم من الصحة يعني طبعا تعرف الأعضاء والمصريين مهتمين جدا بالصحة على نفسهم على أولادهم يعني فهذه طبعا حاجة مهمة جدا كان مثل دم البرنامج الانتخابي بتاعنا أننا نقدم برنامج تأمين طبي شامل للأعضاء والحمد لله قدرنا أننا نتواصل للاتفاق مع أكبر شركات التأمين الطبي بتقدم خدمة تأمين طبي للأعضاء بأسعار تنفسية وفي نفس الوقت بمزايا تأمينية مهمة جدا تعرف أن فيه قطاع كبير جدا من الأعضاء ممكن ما يكونش عنده تأمين طبي أو ممكن يكون مش منتمل لنقابة معينة أو ممكن يكون عمله حر أو ممكن يكون العمل بيوفر له تأمين طبي لكما بيوفرش تأمين طبي لأولاد وأسرته النادي يقدم ده طيب هنروح فين طيب بالنسبة للناس كبير السن ما بيقاش عليهم تأمين طبي النادي قدر يتوصل أن كل من هو عضو في النادي فوق 65 سنة النادي بيقدم له كارت خصومات طبي الكارت ده يعني بالكامل مجانا لعضو النادي النادي الأهلي هو اللي بيتحمل تكلفته بيقدم لك الخدمة الطبية أو شبكة طبية على أعلى مساهم من أكبر شركات الخدمات الطبية اللي تحتيها أكتر من ألف مقدم خدمة من أفضل المستشفيات والمعامل ومراكز الأشعة والتحاليل كل اللي عليك بس أنك تتوجه للمنفذ اللي موجود في الثلاث فروع تسلمهم الكارني بتاعك ده كلام مهم جدا لرعاية كبار السن لأن الإنسان في السن ده أحوج ما يكون للرعاية الصحية أولا خرج من شغله فمعدش عنده مظلة تأمينية مناسبة فكون إن النادي يقدم له ده وهو في لحظة عمرية مهمة جدا حالك بتقول لي سن 65 فوق 65 سنة لمجرد بس أن أنت تيجي بكرني النادي والمنفذ موجود في النادي الآلي في كل فرع تقدم الكارني ومستلم كارت الخصومات ده تاخد فيه من أكتر كل المعامل والأشعة والتحاليل وخصومات مناسبة جدا لهم وده كان الكابتن حريص عليه جدا في الاتفاق مع الشركة المسؤولة عن التامين الطبي لأنه كان عايز يغطي أكبر قدر ممكن من الشرايح الموجودة في النادي ما فيش طبعا أغلى عندنا من سادة الرواد في النادي الآلي والكابتن حريص عليهم جدا الحمد لله قدرنا أن احنا نعمل ده يجي بقى بعد كده حملات كتير جدا عملناها في النادي حملة الأهلي خالي من الفيروس C قدرنا نعمل حملة الأهلي خالي من الفيروس C واكتشفنا بالفعل حالات أكتر من 70 و 80 حالة كان عندهم فيروس C قدرنا نتواصل مع وزارة الصحة وقدرنا نقدم لهم العلاج مجانا لأن طبعا الوزارة ومصر بتقدم العلاج مجانا على نفقة الدولة بالكامل الحمد لله كمان عملنا حملات ليه علاقة نجحت حملة فيروس C الحمد لله الأهلي خالي من الفيروس C بعد كده عملنا طبعا حملات ليه علاقة بأمراض السكر يعني كنا بنجيب برضو تعقدنا مع كبرى الشركات في مجال جهزة السكر وضغط وأنا معرفش إذا كان ينفع نقول أسعار لكن طبعا كنا مقاراة بالسوق كان السعر الأجهزة يعني زهيد جدا 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 مقارنة بالسوق يعني يعني يكاد 20% من سعر أجهزة السكر الموجودة في السوق قدمناها العضو النادي يعني تريبا من سعر التكلفة كخدمة مننا أن احنا نشوف يعني أعضاء النادي اللي بيعانوا من مرضى السكر والضغط عملنا كمان حملات الكشف المبكر عن أمراض السادي وكنا مرضى الحالات اللي بنبقى فيها شكين فيها كنا بنقدر نتواصل فيها مع مستشفى بهية في مجاله مجال العلاج الطبيعي نحن عندنا طبعا مركز العلاج الطبيعي موجود في الجزيرة لكن مدينة نصر ما كانش فيها عملنا مكان وعملنا مقار ليه مركز العلاج طبيعي يخدم أعضاءنا من رواد مدينة نصر وكمان في الشيخ زايد آه ممكن المكان مش بالقدر الكبير لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله الحمد لله قدرنا أن احنا نعمله ده في مجال خدمة الأعضاء دي لدينا فيه باع كبير جدا طبعا كل ما له علاقة بالتطعيم ضد أي حملات تعملها الدولة نادي الأهلي بيبقى أول مشاركين فيها إذا كان الكورونا أو الفيروس التناغم مع حملات الدولة على طول احنا بنوفر على طول الأماكن والسادة الأفاضل في إدارة الخدمات كلهم يشكروا على هذا العمل بيساعدونا تماما طبعا ده بالنسبة للخدمة الأعضاء عندنا كمان وحتى بالنسبة للأعضاء أعتقد توفير لقاحات كورونا متوفر حليا في كل الفروع أو بننوه عنها وكل الأعضاء بدل ما يستنى الدور بتاعه أن يجيلوا في المركز الصحة القريب منه لأ بيجي على طول النادي الأهلي برضو الحمد لله كان لنا برضو تواجد تحاضر برضو مع فريق كوروة القدم وده كان ملف كده بيني وبين الكابتن شخصيا يعني نحن دينا نوفر أجهزة الاستشفى أجهزة الاستشفى الموجودة في فريق كوروة القدم الحمد لله دي كانت برضو كان تعاون كبير جدا جدا تم مع أحدى أكبر الشركات ويمكن الناس كلها عارفة الأجهزة دي بتكلف كام احنا جبنا جهازين والجهازين دي بيكلف حوالي 3 ونص مليون جنيه 3 ونص لو قلت الحقيقة إن احنا مدفعناش فيها جنيه مش هتساد مش هتساد كان يعني الملف ده مع الكابتن وبيني وبينه وكانت أنا حلقة الوصل ما بينه الشركة وقدرنا بشكل معين عشان أرجع أقول حقيقة إن الإدارة علم نتيجة الإدارة علم ونتيجة الخبرات فما بين الخبرات بقى الكابتن وما بين الإدارة ومن العلم الإدارة قدرنا إن إحنا نتواصل مع الشركة بديل إن إحنا أنا تقريب ما دفعتش الفلوس لكن قدرت أدي خدمة للشركة تساوي المبلغ للأجهزة حالك فهمت قصدي يعني أنا بصيت لها من سكوب تاني خالص مش إن أنت جاي تباع لي جهاز أو جهازين تباعي من 3 ونص مليون أنا طلعت بفكرة وبإسم النادي الأهلي ارتباطك بالنادي الأهلي كشركة وارتباطك بالنادي الأهلي تسويق ليك كبير تسويق كبير في مجال تاني لنفس الشركة عندها مجال تاني نفسها تنهط به فجأت الفكرة من هنا قلتوا طب ما إحنا ممكن نعمل دي إن إحنا بالآلة الإعلامية للنادي الأهلي بكمية الأعضاء اللي عند النادي الأهلي إن إحنا نروّج للمشروع التاني بتاعك في المقابل ده إنت قريد تصرف بجت للتسويق على هذا المنتج أنا المنتج ده ارتباطه بالآلف حد ذاته على التسويق طبعاً ده كان بالنسبة لأي ده كان يعني من الملفات برضو مع الكابتن مشينا فيها بهداء بهدوء شديد جداً وقدرنا إن إحنا نوفرها لقطاع كرة القدم طبعاً ما فيش أكتر من الكابتن إنه يعرف قيمة الأجهزة دي كهذا الاستشفى ده هو نفسه قال لتجربة ليه هو كانت في أولمبياد لوس أنجلوس وكان عنده إصابة وكان لازم يلعب وانتعرف كابتن بيجي على نفسه طبعاً فكان في أوقاتها جهاز بيقوم بنفس عمل جهاز الاستشفى ده بس على جزء اللي هو القدم بس طبعاً من دلوقتي الجهاز تطور جداً وبقى الجسم اللاعب بيخش فيه بكامل جسمه بتخش فيه لمدة دقيقة أو دقيقة ونص تحت درجة حرارة 120 تحت الصفر بتخرج منه كأنك ما تدربتش فدي مهمة جداً إن أنت التدريب مش كل حاجة والأحمال التدريبية مش هي بس لا إن الاستشفى والريكوفري والراحة هو جزء من التدريب لازم اللاعب يعرف كده بالإضافة للتغذية بالإضافة للتدريبات الفيتنس بالإضافة للتدريب العقلي هل ده سبب التأثير المباشر إن احنا بقت الحالة بالنسبة للعيبة لعبت الكرة الله أعتقد أن الجماهير لمسة ده الحالك لما بتبقى اللعبة فيها إصابات كتير على طول الجمهور عنده الجرز الإنزار بيضرب بيضرب الحمد لله نعم وفضل يعني ربنا يحميهم ويعفيهم كل النشاط الرياضي وفريق كرة القدم الحمد لله دلوقتي عندنا سكواد محترم جدا صفقات على عالى مستوى الدكة على أعلى مستوى الحمد لله الحمد لله مدربين على أعلى مستوى طبعا إذا كان فنيا ولا بدنيا بالإضافة كمان للإستشفى والتغذية خلاص والتأهيل الطبي والعلاج الطبيعي الحمد لله الخمسة دي ما بتجيش من فراغه الحمد لله الخمسة ما بتجيش يعني وضح أن وراها جهود كتير مجهود صحيح أنت بنجهز أفضل تجهيز الحمد لله في ملف الطبي الحمد لله اللي نبي فيه باع كبير جدا والحمد لله ده كمان لسه في مجالات كتير هتسفتح الفترة اللي جاية إن شاء الله بنوعد بها عضاء الناد الأهلي بنوعد بها فرق النشاط الرياضي بنوعد بها فريق كرة القدم بنوعد بها كمان حتى طبعا الموظفين أساسي عندهم تأمين طبي كامل وطبعا ده مسؤول عنه اللجنة الطبية طبعا برئاسة دكتور محمد شاوي قايم فيها بمجهود كبير هو وإصابات اللعيبة في النشاط الرياضي الملف ده بالكامل مع الدكتور محمد شاوي قايم فيه بمجهود عظيم برضو معلومة للناس ممكن ما كانتش تعرفها إن قيمة التأمين الطبي الخاص بموظفين النادي النادي بيتحملها بالكامل وده ما كانش سابقا ما كانش بيسابقا كان سابقا بيتم عن طريق عن طريق صندوق الزمالة بتاع الموظفين النادي أخذ تحمل الأعبادي وتكريفتها في السنة ده كلام إنساني مهم عشر مليون جنيه عشر مليون جنيه سانوية تغطية تأمين الطبي لموظفين النادي الأهل دي نقطة مهمة جدا بحيث أن الموظف أو العمل ما يتحملش ده من الصندوق أهم حاجة بحيث بأمان عشان لي يقدر يبقى عنده ليالتي للمكان أولا أو للمكان ده بالنسبة لنا مهم جدا الحمد لله دي برضو كان مقارات مهمة للكابتن ومجلس الدراء أخذها وكانت لها تأثير إيجابي جدا جدا على العملين في النادي الحمد لله دي نقطة إنسانية مهمة جدا الحمد لله